بسم الله الرحمن الرحيم. لا الميزاني يا جماعة مادياً لا متشحول. لا 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 متشحول. لا 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 مادياً لا واضح ان الحالة المادية مأثرة عليكم جامد. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا ربك ردي تزدق. تسلمي يا همسيت تسلمي لي يا رب. الميزان عايز باب رزق جديد. لا رزقه حاسس ان رزقه مش كفاية. تعبان من لاحية المادية. شايفا عنده حتى النوم مضطرب خالص مش عارف ينام وبيحلم بكوابيس ومبتاش تفكير لانه حتى هو نايم بيفكر. يعني ربنا يكون في عنكو. ربنا يكون في عنكو لو الكرود دي مزبوطة. آآ شايف شريكو ازاي خلينا نكون واضحين. الميزان شايف شريكو زي ما تقوله اتكشف على حياته. تاهمين قصدي? الله يا مسحول. واضح. اتكشف على حياته. يعني زي ما تقوله موقفش جنبه. ما زندوش كويس. آآ ما استوعبهوش. في حاجة حصلت يعني الميزان حاسس ان هو اه. الطاقة ما بينكم فيها ايه? الطاقة فيها شغل جديد. مش عارفة ايه اللي مجيبها في علاقة عاطفية. اما يا نونة. فيها في حاجة بتتصلح. في حاجة هتحصل. آآ في وضع غلط بيصلح. تمام? زي ما انتم شايفين. ما يسك شاكوش وبيصلح. آآ صح? آآ شريكك عايز فلوس. عايز فلوس. عايز حالة مادية مش بس آآ آآ مستقرة. لا 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 ده عايز يعني هو ضغط عليك ضغطة جمدة جدا. خلينا نقلب الاية انه الميزان هو الست. الست طبعا مش هاي اللي بتشتغل مش هاي اللي بتسابورت. فهي برضو عندها نفس الحكاية نفسها في طاقة جديدة. ما بتنامش من كدر التفكير. ما بتنامش من كدر القلق. حاسة انها آآ شريكها بان على حقيقته. آآ الطاقة ما بينكم فيها حاجة بتتصلح فيه حاجة بتتغير. آآ شريكك عايز ايه? عايز يعني ياخد كل حاجة منك. يعني عايز كتير. عايز كتير. آآ طلباته كتير وتمانز بتاعته كتير جدا. وشريكك عايز ايه كمان? عايز يعتمد على نفسه. واضح ان انت مش عارف تلبي. فابتده يبقى عايز يعتمد على نفسه. ودي بقى حاجة لزعلتك منه. يعني شوفوا انت ما كانش عندك مشكلة ان هو يبقى حاطت عليك الضغط ده كله. وقابل شكلك وصابر وراضي بقضاء الله. انما اول لما ابتدى ان هو يبعد او ان هو يستغنى عنك. او بيحاول يستغنى عنك. ساعت هتكشف على حقيقته. شايفك ازاي شريكك? شايفك حاطت هدف. شايفك حاطت هدف ورايح عليه. والهدف ده. انت عايز تروح للامان يعني انت عايز انت نفسك في اللي هو عايزه لو كان الموضوع حالة مادية تتحسن فهو فعلا عايز ده زيك يعني. ليه بس عايز اقولوك على حاجة يا ميزاني. الامور لو تصلحت ان شاء الله هتتصلح. بصوا باذن الله جايلكو فلوس. في تطور في الحالة المادية. كويس? هيرجع او هي يعني هيبقى موجود وهيبقى يعني معاك. اوكي? هل يا نزين انت هتقبله? خلي بالك انه هو موقفش جنبك كما يجب. انت حسيت انه هو انكشف على حقيقته في حاجة معينة. او انت اضرب بس انا شايفة ان انتو هتتفقوا على حاجة نحو المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله بازن الله. شايفة طريق طويل كويس جدا. يعني مسيرة ان شاء الله طويلة جدا وحلوة جدا. وبسم الله ما شاء الله قوة قوة في العلاقة. العلاقة ان شاء الله تبقى قوية ما بتتكسرش. طيب حلله بس نوقف معايا حتى حتى. مش عارفة ليجا ايه لي طاقة ان شريكك يا ميزان حياته وقفة معاك على الحالة المادية. لو انت حسيت منه انه ماوقفش جنبك كما يجب. اوكي? يعني انا نصيحتي ديك سيبك بقى مكتروه خالص. بليس ما تقبلوش. بليس ما تعملش للسلحة ده. اوكي? امين يا رب تسلم يا عبدالله. اشكرك. انما لو هو كان حصل مجرد سوق تفاهم. وحاجة بره الموضوع ده خالص. طبعا ربنا يوفقكو يتمملكو على الف خير. هلأ خاصر قرية بسرعة. انه زين عايز باب رزق جديد. رزقه حاس انه مش كفاية. عنده مشاكل واضطرابات نفسية جديدة جدا ما اثر على نومه. وقربت الاصر على صحته. كمان يا ميزان خلي بالك ما صحتك كده هتتدهور. بالراحة على نفسك شوية. شايف شريكو ازاي حاجة كانت نصدورة وانكشفت? او مش مديلك دعم كافي. العلاقة بينكم فيها تطور. فيها تطور. في حاجة بتتصلح. اوكي? اه شريكك عايز ايه? عايز حالة من الامان او الصراء المادي. عايز يعتمد على نفسه في هزا الموضوع. مينة انا مشاكل انت بنت ولا ولد. اه بصي حبيبتي الرسالة دي طويلة جدا. عمليها كافي وبعتيها للصفحة وهحاول ارد عليك. والكلام ده المينة بس يا جماعة. انا هنوه عن الموضوع ده بعد الداية. اه شريكو شايفك زي الميزان? انت عايز تروح لبرا امام. انت وبتسعى. شايفك بتسعى. يعني مش مش واقف مكانك. بحاجة كويسة قوي قوي قوي. شايفة قدامي ان شاء الله بازن الله حالة مدية هتطور. تطور جامد. مش وحش خالص يعني. اه وفي قدامي هنا لقاء او اتفاق بينك وبين شريكك ان شاء الله. شايفة بعد دي كمان مسيرة طويلة جدا جدا بازن الله. وقوة. علاقة قوية ان شاء الله. اه ربنا ما يهدها ابدا. انا مش شايفة بوعد ومش شايفة في رائع ميزان. يمكن يكون في اه عقبة او يعني مطبه. عين كده بس انك مطب صغير. اه يمكن يكون شريكك اه تعب من الانتظار. اه من الظروف هو كمان. مش عايزة برضو يسيء الظنب شريكك. ممكن يكون فعلا اه تعب من حاجة معينة اه وتقطو قررت تخلص. فان شاء الله حيجد جديد. بازن الله حيجد جديد في العلاقة وبازن الله علاقة تتحسن. سؤالها في صفر ولا لا للأسف مش شايفة صفر. الشهر ده مش في العموم. مش شايفة مش شايفة صفر. انا شايفة قدامي ان هي بحرب شديدة. وربنا يكون فعناك الصراحة على الكروت دي. ربنا يعينك. ربنا يعينك بدأ دي. اه حالة متضهورة خالص خالص وحار بشكلها مهزوم. لكن وقفة بمنتهى السبات وبتحاول تباين ان هي ولا فرق معاها. برضو فيه هروب من مواجهة. لان لواجهة شكلها ايه? حتتبح بقى. بس دي مسكة سيف. وحطير بقى. حطير رقاب. متجوزة. طب فيه اي حاجة حصلت من تانية نيلة خاض. شايفة خسارة حصلت اما خسارة مادية او خسارة شخص. شايفة قدامي حسد شديد او سحر تبارت الشيطان كان بقى له كتير مطلعش مش عارفة ليه طلع. اه خلص انتم الاتنين رددتوا علي طب متجوزة طب فيه اي حاجة تانية? بصي اللي انا شايفة يا حبيبي انك انت ان شاء الله هتعتمدي على نفسك ماديا. انا مش عم هتتشتغلي ولا لأ. لكن صح قلبك يا بلل. اه يمكن تكون يمكن هتبتدي شغال جديد. انا شايفة ان انت بتعتمدي على نفسك ماديا. وانا اقايت برافو برافو برافو. اه شايفة قدامي انهيار البرج الشكل في حاجة كانت اه كنتي حطة اه يعني صورة لشيء وحتبتدي صورة بتباني على حقيقتها. حاجة بتنهار وبتظهر اه وبتظهر على حقيقتها. انهيار البرج. طب الحمد لله. خلاص. بسم الله ما شاء الله عليك ويكملك بعقلك. شطورة. بصي بقى حبيبتي. يبقى ان شاء الله الكارت ده احتفال. واحتفال بدا. انك انت هتعتمدي على نفسك ماديا. او اه في حاجة عندك هتحصل في المادة. لكن التطور المادي بطيء يا جيم. التطور المادي بطيء. حاولوا انك يعني تقتصدوا شوية وتسلوه في الحاجات المعقولة. وخلي بالك من جارة الحسد ده عندكو حسد. لكن ما شاء الله عليك انت بموقن يعني. بصي ده قوية ما شاء الله وقفة بثبات. وآآ عندك توازن. ما شاء الله عليك. وشايفة اهو. ده الشريك الحمد لله بما ان العلاقة كويسة. شايفة الشريك بيقدم لك حاجة حلوة. ممكن حتى ان شاء الله يكون بيقدم لك كلمة حلوة يعني يا رب يعني كده. حاجة حلوة جدا جدا. يبقى حبيبتي الانهيار ده لشخص تاني خالص. فيه شخص عندك هيبنى على الحقيقة تقول اني شايفة خطارة. متحسي بخطارة. بس بكيز ما تزعليش ما يستهلش يعني منك انك تزعلي خالص. عندك نجاح حبيبتي كمان. ما شاء الله اكتمال دائرة. كارت ده ظهر للميزان تقريبا في كل الارايات. وظهرت برضه في الاراية الخاصة. النزان مدقن لعمل وجدا انت مدقن لأي امكان اللي انت بتعملي. بس سؤالك حبيبتي اذا فيه سفر. انا شايفة احتفال. احتفال. لكن يمكن يكون ده. يمكن يكون السفر. لو انت حاجة اخفت بالنسبة لها خطوات ومستنية التنفيذ. يمكن ان شاء الله تجيلك مسلا موافقة تبتدي خطوات فيها. انما السفر بالفعل يمكن يكون مسلا الشهر اللي جاي. عموما